موسيقى الطلاب العزاء طلاب السنوية العامة في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات اللغة العربية سنتناول اليوم بمجيئة الله فرعا من فروعها ألا وهو النحو وتكون حلقتنا عن الوحدة الثالثة ألا وهي الجملة الاسمية دعونا في البداية نرحب بأبنائنا الأعزاء الذين شرفون بالحضور هذه الحلقة أهلا بكم هيا بنا إلى الجملة الاسمية وكل ما فيها من تفاصيل الجملة الاسمية لها ركنان أساسيان الركن الأول هو المبتدأ والركن الآخر هو الخبر وقد يأتي المبتدأ على صور متعددة فإن للمبتدأ أشكالا هذه الأشكال هي قد يأتي اسما معربا كما نقول محمد كريم فأين المبتدأ؟ محمد وأين الخبر؟ كريم إذن المبتدأ هنا اسم معرب ألا وهو كلمة محمد وكذلك كما نقول الطالب مجتهد فالطالب تعرب مبتدأا وهي اسم معرب وهذه أول صورة من صور المبتدأ أيضا قد يأتي المبتدأ اسما مبنيا فنقول أنا مسافر غدا فالمبتدأ هنا الضمير أنا بالضبط أيضا يأتي مبتدأ هناك ويمتدأ هناك من صورةkr خير لكم ولذلك أن تصوموا مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ وهذه الصور للمبتدأ أما إذا ذهبنا إلى الخبر وهو يهمنا أكثر من المبتدأ لماذا؟ لأن للخبر أنواعا فأنواع الخبر قد يأتي مفردا وقد يكون الخبر إما جملة فعلية وإما جملة اسمية وهما نوع الجملة وكذلك قد يأتي الخبر شبه جملة وشبه الجملة أيضا نوعان إما الجار أو الظرف بالفعل أو الجار والمجروب تماما بالضبط إذن للخبر ثلاثة أنواع مفرد وجملة وشبه جملة بالفعل نذهب بعد ذلك إلى أول أنواع الخبر الخبر المفرد ومعنى كلمة مفرد هنا ليس مفردا في العدد بمعنى إذا ما أتى مثنى أو جمعا نقول ليس مفردا لا المفرد هنا هو الذي لا يكون جملة ولا شبه جملة وهذا ما نسميه بالخبر المفرد فنقول مثلا الاجتهاد أساس النجاحي فالاجتهاد مبتدأ أين الخبر أساس وكلمة أساس هل هي جملة هل هي شبه جملة ولذلك هي مفرد أما كلمة النجاح فيمضاف إليه إذن الخبر هنا هو كلمة أساس وهو خبر مفرد أيضا نقول علماء الأمة مخلصون فعلماء مبتدأ مرفوع والأمة مضاف إليه مجرور أين الخبر مخلصون وكلمة مخلصون هناك من يقول إنها خبر ولكنه ليس مفردا نقول له هل كلمة مخلصون جملة بمعنى هل هي فعل وفاعل هل هي مبتدأ وخبر لا ولذلك هي ليست جملة كذلك هل هي شبه جملة هل هي ظرف هل هي جار ومجرور إذن ليست شبه جملة ما دامت لا جملة ولا شبه جملة إذن الخبر مفرد حتى وإن كان في العدد جمعا فإن ما معنى الخبر المفرد إذن كلمة مخلصون خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم وبالفعل نقول هو خبر مفرد أذهب بكم إلى نوع آخر من أنواع الخبر ألا وهو الخبر الجملة ونبدأ بالجملة الإسمية خبر الجملة الإسمية كما نقول مثلا محمد خلقوه كريم أين المبتدأ؟ محمد بالفعل وكما قلت كلمة خلقوه أيضا هي مبتدأ لكن أين المبتدأ الذي بدأت به الجملة أساسا هو كلمة محمد لو بحثنا عن خبر ذلك المبتدأ هل هو كلمة خلقوه فقط؟ يعني إذا قلنا محمد خلقوه هل كلمة خلقوه أخبرت عن محمد؟ لا ليست الهاء وإنما سنذهب إلى أمر آخر الهاء هنا ضمير في محل جر مضاف إليه لأن أي ضمير يتصل بالإسم هو في محل جر مضاف إليه لكن نكمل هل نقصد أن محمدا هو الكريم أم خلقوه كريم؟ خلقوه كريم إذن الخبر الذي أخبرني عن محمد خلقوه كريم كلها على بعضها البعض ليس خلقوه فقط وليس كريم فقط إذن خلقوه من أي أنواع كلمات إسم وكريم إسم وكلمة خلقوه اتصلت بضمير يعود على المبتدأ إذن هي مبتدأ ثاني وكريم خبر للمبتدأ الثاني والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول ولذلك نستطيع القول إن نوع الخبر هنا جملة إسمية بالفعل نذهب إلى نوع ثالث وهو أيضا خبر جملة ولكن في هذه المرة هو جملة فعلية والخبر الجملة الفعلية كما نقول مثلا الطالب يحب العلماء فأين المبتدأ؟ الطالب وأين الخبر؟ يحب العلم جملة يحب العلم بدأت بفعل وهو كلمة يحب والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الطالب والعلم مفعل به إذن الجملة الفعلية من الفعل والفاعل وهنا المفعول به موجود أيضا نقول الجملة الفعلية في محل رفع خبر ونوع الخبر هنا جملة ولكنها جملة فعلي إذن قد يأتي المبتدأ مفردا وقد يأتي جملة اسمية أو فعلية لاحظ في الجملة سواء كانت جملة فعلية أو جملة اسمية ووقعت خبرا يشترط أن يتصل بها أو موجود فيها ضمير يعود على المبتدأ وهذا الضمير نسميه الرابط كما نقول مثلا الكتاب أسلوبه شيق فأسلوبه شيق جملة اسمية اتصل بها ضمير وهو الهاء يعود على المبتدأ وهو الرابط وكذلك كما نقول مثلا المخلصون يؤدون واجبهم فالمخلصون مبتدأ يؤدون فعل مضارع والضمير هنا هو الضمير العائد على المبتدأ وهو الرابط إذن في الجملة لا بد من وجود رابط يربط الخبر بالمبتدأ فهمنا ذلك نذهب إلى النوع الثالث والأخير من أنواع الخبر خبر مفرد خبر جملة بنوعيها اسمية وفعلية وثالث وهذه الأنواع خبر بالفعل وقلنا إن شبه الجملة نوعين إما جار ومجرور أو ظرف تماما إما جار ومجرور وإما ظرف الجار والمجرور والظرف وتكون في محل رفع لماذا؟ لأن الخبر دائما مرفوع فإذا ما أتى جملة أو شبه جملة فلا بد أن يكون في محل رفع أمثلة على ذلك نقول مثلا الحق فوق القوة أين المبتدأ؟ الحق أين الخبر؟ فوق فوق القوة إذن كلمة فوق من أي أنواع الكلمات؟ ظرف ولذلك الذي أخبر عن المبتدأ هو الظرف إذن نوع الخبر هنا شبه جملة ظرف أيضا نقول مصر في قلبي فمصر مبتدأ وأين الخبر الذي أخبرنا عن مصر؟ في قلبي إذن شبه الجملة من الجار والمجرور هي التي أخبرت عن المبتدأ ولذلك نستطيع القول إن الخبر نوعه هنا شبه جملة جار ومجرور ذهبنا إلى أنواع الخبر هيا بنا إلى تدريب عن المبتدأ والخبر حتى لا يكون الكلام نظريا السؤال الأول المصريون في كل وقت يعشقون الحرية نوع الخبر هل هو مفرد أم جملة إسمية أم جملة فعلية أم شبه جملة؟ طبعا على أبنائنا الأعزاء الذين يعني يشاهدوننا أن يفكروا جيدا قبل الإجابة عن مثل هذا السؤال أين المبتدأ حتى نعلم نوع الخبر المبتدأ المصريون وأين الذي يخبر عن المصريين؟ في كل وقت هل هي التي أخبرت؟ لا نقول المصريون ما بهم في كل وقت ما بهم يعشقون إذن جملة يعشقون ومع المفعول به هي الجملة الفعلية التي أخبرت عن المبتدأ ولذلك نستطيع القول أن الخبر نوعه في هذه الجملة هو جملة فعلية بالضبط والبديل الثالث هو البديل الصحيح نذهب إلى سؤال آخر الفتنة أشد من القتل وأولو الشر مبادون؟ علامة رفع الخبر على الترتيب هل هو الضمة في الخبر الأول والواو في الخبر الآخر؟ أم الضمة والضمة أيضا؟ أم الضمة والواو؟ أم الضمة؟ والضمة طبعا الفتنة هي المبتدأ والخبر أشد ما علامة رفع كلمة أشد؟ هل هو الضمة؟ الضمة والجملة الأخرى وأولو الشر مبادون ما علامة رفع؟ الواو بالفعل إذن الإجابة الصحيحة هي البديل الأول أذهب بكم إلى سؤال آخر الوطن له مكانة كبيرة ما تحتوي خط وهو كلمة مكانة؟ مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعيه الضمة خبر مرفوع وعلامة رفعيه الضمة مضاف إليه مجرور وعلامة جريه الكسرة بدل اجتمال مرفوع وعلامة رفعيه الضمة طبعا الوطن مبتدأ وله مكانة خبر وخبر جملة اسمية مكون من كلمة مكانة وهي المبتدأ وله شبه جملة خبر إذن كلمة مكانة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعي الضمة نذهب إلى ما نستكمله من هذه الوحدة تقديم الخبر على المبتدأ وما زلنا مع المبتدأ والخبر يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أي يجوز التقديم أو التأخير أولا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة مثلا نقول في التأني السلامة فالخبر هنا في التأني وهو شبه جملة والسلامة هنا هي المبتدأ وهي معرفة بأل وفي هذه الحالة ما دام الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفا بأل في هذه الحالة التقديم جائز نستطيع أن نقول السلامة في التأني فلا يكون هناك تقديم ولا تأخير كذلك نقول لله الحمد فلله شبه جملة مكونة من الجار وهو اللام والمجرور وهو لفظ الجلال والحمد مبتدأ مؤخر وكلمة الحمد معرفة بأل في هذه الحالة يجوز التقديم ويجوز التأخير أما تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا فيكون أولا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ ناكرة هناك ظروف مشهورة تتقدم على المبتدأ مثل كلمة هنا وهي ظرف وهناك وثم وثمت كل هذه الظروف يقع بعدها المبتدأ فنقول هنا نظافة وهناك إهمال فكلمة نظافة وكلمة إهمال مبتدأ مؤخر ونقول مثلا ثم خلاف بيننا فكلمة ثم شبه جملة خبر مقدم لأنها ظرف إذن ربما يأتي الخبر على هذه الصورة ويكون مقدما مثلا النقطة الأخرى أو النوع الآخر إذا كان المبتدأ متصلا بضمير يعود على بعض الخبر وسنعرف ما معنى بعض الخبر في هذا المثال نقول مثلا للنجاح طرقه وللتدخين أضراره أين الخبر للنجاح وهو مكون من الجار وهو اللام حرف الجار والمجرور وهو كلمة النجاح الضمير في المبتدأ وهو كلمة طرقه هل كلمة طرقه الضمير الذي فيها يعود على النجاح فقط أم يعود على للنجاح كلها يعود على النجاح فقط إذن لا يعود على اللام ولذلك نقول إذا اتصل المبتدأ بضمير يعود على بعض الخبر فالخبر مكون من جزئين حرف جار واسم مجرور هو يعود على الاسم المجرور فقط ولا يعود على حرف الجار ولذلك نقول يعود على بعض الخبر فهمنا ذلك إذن إذا كان الجملة هكذا فالمبتدأ يتأخر عن الخبر ويتقدم الخبر وفي هذه الحالة يكون التقديم واجبا وهناك حالة أخرى يتقدم فيها الخبر على المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر اسما من الأسماء التي لها الصدارة في الجملة ألا وهي أسماء الاستفهام كما نقول مثلا كيف حالك متى الرحلة أين الكتاب فكيف ومتى وأين أخبار متقدمة على المبتدأ وجوبا لماذا؟ لأن هذه الأخبار من الأسماء التي لها الصدارة في الجملة بمعنى أنها لا بد أن تأتي في أول الكلام عندما نسأل نبدأ باسم الاستفهام ولذلك هي لها الصدارة في الجملة فيتقدم الخبر بها على المبتدأ وجوبا إن تهينا من هذا نذهب إلى التدريب وفي هذا التدريب سنحاول أن نتشارك مع أبنائنا الطلاب في تلك الإجابات عن الأسئلة الموجودة به السؤال الأول فوق المكتب كتاب فوق المكتب كتاب نحو حكم تقديم الخبر على المبتدأ في الجملتين الأول واجب والثاني جائز أم الأول جائز والثاني واجب أم الأول واجب وأيضا الثاني واجب أم الأول تقديمه جائز وأيضا الثاني من يجيب؟ تفضل هاي فالجملة الأولى واجب جائز واجب جائز واجب وجائز بالفعل إذن تقديم الخبر الأول واجب والثاني جائز والبديل الأول هو البديل والصائب نذهب إلى السؤال الثاني للاجتهاد ثمراته العظيمة ماي السبب تقدم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة هل لأن المبتدأ ناكرة والخبر شبه جملة أم لأن المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة أيضا أم لأن المبتدأ به ضمير يعود على بعض الخبر أم لأن المبتدأ له الصدارة في الجملة من يجيب تفضل المبتدأ به ضمير يعود على بعض الخبر بالفعل لأن المبتدأ اتصل بضمير يعود على بعض الخبر وهو كلمة ثمراته إذن الإجابة الصحيحة هي البديل جين سؤال آخر للعلم آثاره النافعة في الغابة أسود ضارية حكم تقديم الخبر واجب واجب الأول والثاني أم جائز والثاني كذلك جائز أم الأول جائز والثاني واجب أم الأول واجب والثاني جائز من يجيب؟ تفضلي الأول واجب والثاني واجب الأول واجب والثاني واجب لماذا؟ لماذا هو واجب في الثاني؟ إذا قلنا مثلا في الغابة أسود في هذه الجملة إذا قلناها هكذا يكون التقديم واجبا لماذا؟ لأن المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة ولكن إذا وصف المبتدأ نستطيع التقديم أو التأخير فنقول مثلا أسود ضارية في الغابة أو نقول في الغابة أسود ضارية إذن الأول واجب أما الثاني فهو جائز أذهب بكم إلى حثف المبتدأ وجوبا وما زلنا مع المبتدأ والخبر يحذف المبتدأ وجوبا في الحالات التالية أولا إذا كان الخبر مخصوصا بالمتح لنعمة أو لبئسة ونعلم أن المخصوص بالمتح لنعمة أو لبئسة إما يعرب مبتدأ مؤخر وإما يعرب خبرا لمبتدأ محذوف ففي هذه الحالة يكون الحثف واجبا كما نقول مثلا نعمة الخلق الوفاء بالعهد فهنا الوفاء خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو فالجملة تقديرها نعمة الخلق هو الوفاء بالعدل أيضا إذا كان الخبر شبه جملة نشعر فيه بالقسم فنقول في ذمتي لأكافحن من أجل وطني ويكون تقدير الحثف في ذمتي قسم أيضا إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله فنقول صبر جميل فالتقدير حالي صبر جميل أو نقول صبري صبر جميل إذن هنا حثف المبتدأ أيضا يكون واجبا أما عن حثف الخبر فيحظ في الخبر أيضا أولا إذا وقع المبتدأ بعد لولا أي كلمة تقع بعد لولا تعرب مبتدأا خبره محذوف تقديره موجود أو كائن فمثلا نقول لولا الحضارة ما ساعدت البشرية المبتدأ الحضارة والخبر المحذوف تقديره موجودة أو كائنة فأصل الكلام لولا الحضارة موجودة لما ساعدت البشرية إذن الخبر هنا محذوف أيضا نقول إن حثف الخبر في حالة أخرى وهي إذا كان المبتدأ صريحا في القسم يعني المبتدأ هو القسم فنقول مثلا يمين الله أو عهد الله لينصرن الله من ينصره فيمين الله يمين مبتدأ مرفوع ولفظ الجلالة مضاف إليه والخبر محذوف وتقديره قسمي إذن أصل الجملة يمين الله قسمي لينصرن الله من ينصره أذهب بعد ذلك إلى الحالة الثالثة التي يحذف فيها الخبر أيضا وهي إذا عطف على المبتدأ بواو تسمى واو المصاحبة ويكون تقدير الخبر المحذوف فيها متلازمان فنقول مثلا كل إنسان وعمله فأصل الجملة كل مبتدأ إنسان مضاف إليه وحرف عطف عمله معطوف مرفوع على كل مرفوع كما ترفع كلمة كل إذن أين الخبر متلازمان فتقدير الكلام هكذا كل إنسان وعمله متلازمان إذن هذا هو التقدير تمام نذهب إلى تعدد الخبر وهل الخبر يتعدد بالفعل نقول مثلا الله غفور رحيم لطيف فلفز الجلالة مبتدأ أين الخبر الذي أخبرني عن الله غفور وما زال هناك أخبار تخبرني عن الله أيضا سبحانه وتعالى فنقول رحيم ونقول أيضا لطيف إذن ربما يأتي أعدادا لا حصر لها من الأخبار فالخبر يتعدد فكلمة غفور خبر أول مرفوع ورحيم خبر ثاني مرفوع ولطيف خبر ثالث مرفوع أيضا كذلك نقول مصر عظيمة حضارتها خالدة فوق الجميع فالذي أخبرني عن مصر كلمة عظيمة وهي مفرد خبر مفرد وربما يأتي الخبر على صورة أخرى وهو متعدد أيضا فنقول حضارتها عظيمة وهي جملة اسمية خبر ثاني وكذلك نقول فوق الجميع فهي خبر ثالث ونوعه شبه جملة ظرف إذن الخبر يتعدد انتهينا من المبتدأ والخبر نذهب إلى درس آخر أيضا يخص المبتدأ والخبر الأفعال الناسخة هيا بنا لنتعرف على الأفعال الناسخة وكل ما فيها من تفاصيل الأفعال الناسخة أو كان وأخواتها وهي من الدروس المهمة جدا هيا بنا لنتعرف على تفاصيل ذلك الدرس بكل ما فيه من شرح بالتحليل الأفعال الناسخة كان وأخواتها هي ترفع اسمها وتنصب خبرها وأخوات كان هي أصبح وأطحى وظل وأمسى وبات وصار وليس وما برحة وما فتئة وما انفكة وما زال وما دامة وكل هذه الأفعال هي ترفع اسمها كما قلنا وتنصب خبرها اسم كان وأخواتها يأتي على صور متعددة فقد يكون اسما ظاهرا كما نقول مثلا أصبحت الفتاة متفوقة فالفتاة هنا هو اسم كان مرفوع أو اسم أصبح مرفوع وهو اسم ظاهر أيضا قد يأتي ضميرا متصلا فنقول كنت من المتفوقين فاسم كان في هذه الجملة هو الضمير المتصل أو تاء الفاعل وهي في محل رفع اسم كان وقد يأتي أيضا ضميرا مستترا فنقول العالم صار مجنونا فصار من أخوات كان ومجنونا خبرها فأين اسمها نعم هي الضمير المستتر هو الذي يعود على كلمة العالم هذا بالنسبة لسم كان وأخواتها أما بالنسبة لخبر كان وأخواتها فيأتي على ثلاث سوى أو ثلاثة أنواع لماذا؟ لأنه في الأصل خبر للمبتدأ وخبر المبتدأ نفس الأنواع فنقول يأتي مفردا مثل ليست تواضع ضعفا فالخبر هنا كلمة ضعفا وهي خبر مفرد لأنها ليست جملة ولا شبه جملة كذلك نقول كونوا ألي همة عالية فكلمة ألي وهي ملحقة بجمع المذكر السالم خبر كان وهي خبر منصوه وعلامة النصب أليا وهو أيضا خبر مفرد لما؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة كذلك قد يأتي خبر كان وأخواتها جملة فنقول أمسة البنت تذاكر والدرس مثلا فنقول جملة تذاكر هي خبر جملة فعلية في محل نصب خبر أمسة وكذلك نقول أطحى التخطيط أساسوه سليم فأساسوه سليم أيضا جملة اسمية في محل نصب خبر أطحى فقد يأتي مفردا وقد يأتي جملة أيضا خبر كان وأخواتها قد يأتي شبه جملة وشبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور كما قلنا فنقول ما زالت فلسطين تحت الحصار فشبه الجملة الظرف في محل نصب خبر ما زال وكذلك ظلت السيارة في مكانها شبه الجملة من الجار والمجرور في مكانها هو الخبر وهذه أنواع خبر كان وأخواتها أذهب بكم إلى أنواع كان نفسها تأتي كان على نوعين ناقصة وهي الفعل الناقص بعده اسمه وبعده خبره إذن الفعل الناقص كان وأخواتها أو الفعل الناسخ إذا محتاج إلى اسم وخبر يسمى ناقصا لماذا؟ لأنه حتى اسمه ينقص ذكر خبره أما أقول مثلا كان العلم وأصمت هل أعطاني معنى؟ إذن الجملة ناقصة تحتاج إلى الخبر تسمى كان وأخواتها أفعالا ناقصة أي لا يتم معناها إلا بوجود الخبر فنقول مثلا كان الطالب واثقا من نجاحي فالطالب اسم كان مرفوع وعلامة الرفع الضمة وواثقا خبر كان منصوب وعلامة النصب الفتح ما دام هناك اسم وخبر فهي ناقصة أما النوع الآخر فهو كان التم وكان التم تحتاج فعلا من أخوات كان وبعدها فاعل مرفوع كما نقول مثلا بعد أن نقول قد تأتي كان تم غير ناقصة فلا تحتاج إلى الخبر بل تكتفي بعدها بالمرفوع ويعرب فاعلا فنقول يصلي الناس حيث كان المسجد فكلمة المسجد هنا تم الكلام عندها وهي المرفوع لكلمة كان ولا تحتاج إلى المنصوب ولذلك فهي تم وكلمة المسجد تكون فاعلا ولا نعربها اسم كان أيضا اذكر ربك حين تمسي نقول كلمة تمسي فعل مضارع مرفوع وهو فعل تام والفاعل ضمير مستطر تقديره أنت طبعا لاحظ هناك أفعال لا تأتي إلا ناقصة هذه الأفعال ما فتئ وما زال وليس لا تأتي تم مطلقا وإنما تأتي ناقصة فقط أي لها اسم ولها خبر بذلك نكون قد وصلنا إلى شرح كان وأخوتها وأيضا اسمها وخبرها وأنواع كان التامة والناقصة هيا بنا نستكمل بتدريب حتى تثبت المعلومة وصلنا إلى التدريبات على كان وعلى أخوتها وأول سؤال في هذه التدريبات يقول صار ذو الهم مقدرين قيمة العمل خبر صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أم الألف أم الفتحة المقدرة أم الياء من يجيب من أبنائنا العزاء تفضل الياء الياء بالفعل لأن كلمة مقدرين هي الخبر وهي جمع مذكر سالم وهو ينصب بالياء إذن الإجابة الصحيحة هي البديل الأخير سؤال آخر أصبحنا وأصبح الملك كله مسبحا بحمد الله الفعلان السابقان أصبحنا وأصبحا هذان هما الفعلان هل هما ناقصا أم تامان أم الأول تام والثاني ناقص أم الأول ناقص والثاني تام من يجيب من أبنائنا تفضل الأول تام والثاني ناقص الأول تام والثاني ناقص بالفعل لأن كلمة أصبحنا لا تحتاج إلى خبر يتمم المعنى فاعلها نا الفاعلين وأيضا أصبح الملك هي اسم أصبحا كله مسبحا هي خبر أصبحا كلمة مسبحا إذن احتاجت إلى اسم وخبر يبقى يكون ناقصا ولذلك نقول إن الأول تام والثاني ناقص أذهب بكم إلى درس آخر من دروس تلك الوحدة يرتبط بكان وأخواتها ولكنه يسمى كاد وأخواتها كاد وأخواتها منها ما يسمى أفعال المقاربة وهي تفيد قرب وقوع الخبر ومنها ما يسمى أفعال الرجاء وهي توحي بالرجاء في وقوع الخبر وحدوثه أما أفعال الشروع فهي تدل على البدء والشروع في حدوث الخبر أفعال المقاربة وهي كاد وأوشك وكرب أفعال الرجاء هي حرى وعسى واخلولق وأفعال الشروع هي شرع وأخذ وبدأ وجعل وأنشأ وطفق وهب إذن هذه كاد وأخواتها كاد وأخواتها لها عمل تعمل عمل كان الناقصة أو الناسخة فترفع اسمها وتنصب خبرها ولكن بشرط يشترط أن يكون خبر هذه الأفعال كاد وأخواتها جملة فعلية فعلها مضارع فإذا لم يأتي الخبر جملة فعلية فعلها مضارع تكون تامة وما بعدها يكون فاعلا نقول مثلا أو شكت السماء أن تمطر فكلمة تمطر جملة فعلية في محل نصب خبر أو شكة ونقول عسى الله أن يأتي بالفرج فيأتي جملة فعلية في محل نصب خبر عسى وكذلك نقول بدأ العالم يتطلع للسلام فجملة يتطلع هي جملة فعلية أيضا فعلها مضارع وهي في محل نصب خبر بدأ هناك حكم لاقتران ذلك الخبر خبر كادة وأخواتها بأن بمعنى أنه يصبق أن هذا الحكم إما يكون يجب هناك حكم لإقتران خبر كادة وأخواتها بأن هناك حالة يجب الاقتران بأن بمعنى يجب أن يصبق الخبر بأن وهناك حالة يكثر فيها وهناك حالة يقل فيها وأيضا هناك حالة يمتنع اقتران الخبر فيها بأن الحالة التي يجب أن يقترن فيها الخبر بأن تكون مع حرى وخلولقة أما الحالة التي يكثر فيها الاقتران بأن فنقول مع أو شك وعسى بالفعل والحالة التي يقل فيها اقتران خبر تلك الأفعال بأن هي إذا وقعت مع كادة وكربة أما يمتنع اقتران خبر هذه الأفعال بأن مع أفعال الشروع كلها فنقول مثلا حرى السلام أن ينتشر جاءت أن أم لم تأتي جاءت إذن لأن كلمة حرى من الأفعال التي يجب اقتران خبرها بأن كذلك نقول أو شك العدل أن يختفي إذن اقترن الفعل يختفي والخبر هنا بأن لماذا؟ لأنه في الحالات التي يكثر فيها الاقتران بأن ونقول كاد العلم يؤتي ثماره وكلمة كاد يقل اقتران خبرها بأن ولذلك لم تكتب ولو كتبناها لصارت صحيح ولكن قليلا ما تكتب أن مع خبرها أيضا نقول بدأ الطفل يحبو يسحف إذن يحبو هي جملة خبر بدأ وهي جملة فعلية غير مقترنة بأن لماذا؟ لأن بدأ من أفعال الشروع وأفعال الشروع كلها يمتنع اقتران خبرها بأن هناك ملاحظات مهمة نقول أفعال المقاربة والرجاء والشروع لا تتصرف بمعنى أنها يأتي منها الماضي فقط ما عدا كادة أو شكة فيأتي منها أيضا المضارع فنقول يكاد البرق يخطف أبصارهم فيكاد أتت على صورة المضارع كذلك أقول يوشك الصيف أن ينتهي فيوشك وردت أيضا بصورة المضارع أما أفعال الشروع فقد تأتي تامة فترفع فاعلا وتنصب مفعولا به وعلامة تمام أفعال الشروع أن لا يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع بمعنى إذا جاء خبرها جملة فعلية فعلها مضارع فهي ناقصة وإذا لم يأتي جملة فعلية فعلها مضارع فهي تامة فنقول مثلا بدأ الطالب المذاكرة كلمة المذاكرة ليست جملة فعلية فعلها مضارع ولذلك هي بدأ هنا تامة والطالب فاعل والمذاكرة مفعول به كذلك أقول أنشأ المهندس البناء فأنشأ المهندس البناء البناء ليست جملة ولذلك نقول أنشأ تم والمهندس فاعل والبناء مفعول به أيضا جعل الوالد الحياة سعيدة جعل فعل تام والوالد فاعل والحياة مفعولا به أول وسعيدة مفعول به ثاني ولذلك نقول هذا بسبب أن ليس هناك خبر جملة فعلية فعلها مضار السؤال الأول حرى المظلوم نقط الخبر المناسب للفعل الناسخ حرى هل الخبر ينتصر أم منتصرا أم منتصر أم أن ينتصر طبعا حرى من أفعال الرجاء وهي فعل الناسخ ولا بد أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع ولذا ستكون الإجابة الفعل المضارع وحرى من الأفعال التي تقترن بأن أو لا تقترن تقترن وجوبا عسى وحرى إذن عرفنا الاختيار الصحيح فما هو الاختيار الصحيح تفضل أن ينتصر بالفعل إذن الإجابة الصحيحة هي البديل الأخي سؤال آخر قال الشاعر إذا المرء لم يغش الكريهة أو شكت حبال الهوين بالفتى أنت قطار الحقائق التالية صحيحة ما عدا حقيقة هي الفعل أو شكة من أفعال المقاربة اسم أو شكة الضمير المتصل التاء خبر أو شكة جملة فعلية خبر أو شكة يكثر اقترانه بأن طبعا هناك حقائق الحقيقة الأولى الفعل أو شكة من أفعال المقاربة بالفعل كاد أو شكة وكربة من أفعال المقاربة هذه حقيقة خبر أو شكة جملة فعلية بالفعل لا بد أن يكون جملة فعلية وهو هنا يغشى لم يغشى إذا المرء لم يغشى الكريهة أو شكت حبال الهوى بالفتى أنت قطع فالخبر هنا أنت قطع وهو خبر جملة فعلية مقترنة بأن إذن هو أيضا يكثر اقترانه بأن فالحقيقة غير الموجودة في هذا المثال نستطيع أن نقول إنها اسم أو شكة ضبير المتصل بالتاء لأن التاء هنا هي تاء التأنيس سؤال آخر إنكم ساعون لتحقيق أهدافكم عند استبدال فعل الشروع أخذ بأن إنكم أخذتم ساعون لتحقيق أهدافكم أخذتم ساعين لتحقيق أهدافكم أخذتم تسعون لتحقيق أهدافكم أم أخذتم أن تسعوا لتحقيق أهدافكم طبعا لا بد أن نفك الفعل أخذ من أفعال الشروع وأفعال الشروع أيضا خبرها لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع ولكنه لا يقترن بأن مطلقا يعني لا يسبق بأن إذن هو فعل مضارع وغير مسبوق بأن فأين الإجابة الصحيحة إذن؟ من يجيب؟ تفضل أخذتم تسعون لتحقيق أهدفكم أخذتم تسعون لتحقيق أهدفكم بالفعل هي إجابة صحيحة لما؟ لأن خبر أخذ هنا جملة فعلية غير مقترنة بأن بأنها من أفعال الشروع أذهب بكم إلى الحروف الناسخة إن وأخواتها الحروف الناسخة هي حروف تدخل على الجمل الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها وهي إن وأن وكأن وليت ولكن ولعل بالفعل وكلها حروف ناسخة أي مغيرة فإذا كانت كان وأخواتها وكاد وأخواتها ناسخة لأنها تنسخ الخبر فإن وأخواتها تنسخ المبتدأ فبدلا من أن يكون مبتدأا مرفوعا يكون اسمها منصوبا أنواع خبر إن وأخواتها يكون إما مفردا وإما جملة اسمية أو فعلية وإما شبه جملة فنقول مثلا في الخبر المفرد إن الله فعال لما يريد ونقول في الخبر الجملة ليت الشباب أيامه دائمة فأيامه دائمة جملة اسمية وأيضا نقول في الجملة شبه الجملة إن العلم في الصدور ففي الصدور شبه جملة خبر إن في محل رفع لاحظ معي أن إن وأخواتها في هذه الحالة يلغى عملها متى يلغى عملها إذا دخلت عليها ما الكافة الزائدة على أن أو على إن وأخواتها فإنها تبطل عملها تبطل تلغي وبذلك يكون الاسم الواقع بعدها مبتدأا مرفوعا يعود إلى أصله فلا يكون اسم إن ولا اسم أخواتها ما عدا حرفا واحدا من أخوات إن يجوز فيه الإعمال إذا اتصل بما أو دخلت عليه ما ويجوز الإهمال وهو ليتا فمثلا إذا ما قلنا إنما المؤمنون إخوة إن دخلت عليها ما الكافة فكلمة المؤمنون أصبحت مبتدأا مرفوعا ولذلك ألغي عمل إن النسخة في هذه الجملة نقول أيضا كأنما المصريون آمنون فكأن دخلت عليها ما الكافة ولذا المصريون مبتدأ ومبتدأ مرفوعا أما إذا قلنا ليتما الشباب يعود يوما فليت من أخوات إن ودخل عليها ما فيجوز الإعمال إعمال ليتا فأقول ليتما الشباب على أنها اسم ليتا منصوب ويجوز الإهمال فأقول ليتما الشباب على أنها مبتدأ مرفوع يجوز ذلك ويجوز ذلك إذن ليتا من أخوات إن إذا دخلت عليها ما يجوز إعمال ليتا وما بعدها يكون اسمها منصوبا ويجوز إهمال ليتا وما بعدها يكون مبتدأا مرفوعا أما أخوات إن جميعها فإذا دخلت عليها ما فيلغى عملها ويعرب ما بعدها مبتدأ لاحظ فتح همزة أن إذا صح تأويلها هي واسمها وخبرها بمصدر صريح فنقول مثلا صرني أنك كريم فأستطيع أن أحول المصدر المؤول أن واسمها وخبرها إلى مصدر صريح وأقول صرني كرمك في هذه الحالة يجب فتح همزة أن كتبة الهمزة فوق الألف مفتوحة أما كسر همزة إن فيكون له حالات حالات متعددة منها إذا وقعت في أول الجملة فنقول إن فتحنا لك فتحا مبين فكسرت همزة إن كتبت الهمزة تحت الألف وإذا وقعت في أول جملة الصلة فنقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذن ما موصولة إن كسرت همزة إن إذن نقول أيضا إذا وقعت بعد القول مثل قال إنه موافق أو قيل إنك غائب إذا وقعت أول جملة القسم فنقول والله إن القدس عربية إذا وقعت أول جملة الحال فنقول صافحته وإني غير راض عنه إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية نقول ألا إن المعتدين نادمون وإذا وقعت بعد حيث اذهب حيث إن الرزق وفير وأخيرا إذا وقعت بعد كلا كلا إن الإنسان لا يطغى إلى هنا انتهى كلامنا عن الحروف الناسخة وأيضا انتهت حلقة اليوم لا يسعون في نهاية تلك الحلقة إلا أن نشكر أبناءنا الأعزاء الذين شرفون بالحضور وتفاعلوا معنا مع الأسئلة وإجابتها وأجابوا عن الكثير من الأسئلة إجابات صحيحة وأيضا إذا كان كلامنا اليوم في هذه الحلقة قد انتهى معكم فإن كلامنا معكم لن ينتهي وستكون هناك لقاءات متعددة نشرح فيها ونتضرب على النحو إلى أن يحين ذلك اللقاء بكم لكم منا كل الدعوات بالنجاح والتفوق بإذن الله موسيقى 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 موسيقى